كلميني شوية عن المصادر بتاعتك عبد الحليم حافظ زي ما قلنا في الاول ناس كتير كتبت عنه اعمال كتير اتعملت عنه سينما كل الفنانين بكل اشكالهم في منهم اللي تطرق لحياته اثرية كلميني شوية عن مصادرك كلميني شوية عن النقط اللي كنت حبة ان كتابك يتميز بيها او ان رويتك تتميز بيها ما تكونش تكررت ما انت اكيد ككاتبة كمان كنت حبة انك ما تكرريش نفسك ما تنقليش صورة بس على الورق ما تحكيش حكاية كل الناس عارفاها مصادرك كانت ايه وكانت ايه النقط المهمة في رويتك اللي كنت حبة انك تبرزيها وحاسة ان هنا هيكون الجديد او هنا هتكون رضوة الاسود بتتميز بالمعلومة دي او بالحكاية دي هو انا يعني اريت كتير من الكتب اللي كتبت عن حليم من اقرب المقربين ليه بس وبرضو مع مقالات الكترونية ومقالات ورقية يعني بس المصدر اللي اتكأت عليه بشكل خاص جدا كان هو كتاب اسمه قصة حياتي ده بقلم عبد الحليم او خلينا نقول ما املاه حليم يعني صوته هو اللي حكاية بناء على كلامه هو بالزبط بناء على حكايته هو حكايته هو اللي كاتبها بنفسه وده كان صدرت عام 73 وما حصلهاش اعادة طبعة وكان المفروض هيطلع منها جزء تاني وبرضو ما طلعش جزء تاني المهم انه ده المصدر يعني تقريبا الاساسي اللي انا اتكأت عليه بشكل كبير جدا وحسيت انه المصدر ده لانه مش موجود وغالبا ما تقراش فلا عبد الحليم مثلا متكئ جدا على طفولته يعني الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة على فكرة اليطم والقلم بتاع اليطم دي دي ما اعتقدش ممكن يكون حد صورها بالشكل ده طفولته في مدينة الزأزيق كمان الملجأ اه الحاجات دي مذكورة بشكل مفصل جدا في المصدر ده واعتقد اذا كانت السيرة الروائية بتتميز بحاجة فهي المعلومات دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة